أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين وأنا ألتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي واحدة من الظواهر المتكررة منذ عام 2003 لحد الآن أو منذ تشكيل أول حكومة من تشكيل مجلس الحكومة وبعدها حكومة عاد علاوي وجعفري وبدال مالكي وورا حيدر العبادي وهكذا منشت كل الحكومات وعاد العبد المهدي والكاغمي وصولا إلى محمد الشاعر السوداني قبل أن تشكيل هذه الحكومة قبل انتخابات قبل أي حكومة تظهر على الساحة أبواق إعلامية مجاميع تتحدث بالإعلام وتتحدث في وسائل الإعلام عبر الشاشات في الصحف وفي كل مكان في اجتماعات في مراكز دراسات تروج لأسماء معينة لحكومات معينة لإطار معين هو نفس الإطار طبعا وإذا بهذه الأسماء عندما تشكل هذه الحكومة تدعمها لفترة معينة وإذا بهم يختفون ويكتشف الشعب العراقي أن هؤلاء الأبواق قد أخذوا مناصب كبيرة في هذه الحكومة التي يدعموها وتظهر أبواق جديدة أخرى شابة تبدأ بهذه العملية وهكذا تستمر واحد من أبواق الأبواق الموجودة الآن للإطار والحكومة محمد الشاع السوداني كتب قضية ماذا هي قصيدة عصمة معرفة كلام معرفة يعني غريب عجيب بس عموما سأقراه لكم قال بالناس واحد من أبواق هذا الزمن الضديع الشاد قال حكومة الإطار تصلح ما أفسده العطار وتنهي فساد حكومة العار وتصدر القرار لتخفيض سعر الدولار يقصد حكومة الكاظمي طبعا هو إنه الانتصار الله أكبر رغم أنه في الأشرار والفاسدين من التجار شكرا لكم أيها الأخيار هكذا وهي تحدث قوة القرار مع الإصرار تغني تغني لن تتنكر ولن تنهار في حكومة ابن الشيع المغوار الله أكبر ما تدري شيعر ما تدري سجل ما عارف شنو واش تسميه مهم هكذا قال في قضية الدولار هذه قضية غريبة عجيبة طبعا نفس القوى قوى الإطار التي شكلت هذه الحكومة هي نفس القوى التي كانت موجودة في حكومة مصطفى الكاظمي وقبله وحيدر لعبادي وهي نفس قوى العملية السياسية وهي منوافقت على رفع سعر الدولار مقابل الدينار عندما رفع الكاظمي واقع الحال وقالوها وتحدوا في ذلك الوقت وهم كلهم قوى بالعملية السياسية والبرلمان وقالوا الكل وافق وكل وقع وهم من وقعوا على هذا القرار الآن تنكروا لهذا القرار هذا مقارنا وهذه حكومة فاسدين واشرار وماذر حينو وانتصروا على أنوف العشرار والفاسدين وتجار وقضية ماشي الآن نجعلكوا سعر الدينار 1300 مقابل الدولار طيب هناك نافذة فتحتوها من 2 سنوات وكلكم انتم شاركين به ووافقتوا عليها ولأنه أموال كانت تضخل السوق تأخذوها حتى تتربوها لإيران وانتم مسؤولين عن كل التهريب يعني كل المشكلة أنتم أساسها واحدة من المفارقات الكبيرة أنه من يقولون نحن من سحل المشكلة هم أساس المشكلة يعني هم هذا الميليشياتي أساسها المشكلة مشكلة الدولار والتهريبة هم يقولون نحن من يعني نجد الحلول لهذه المشكلة وجدنا الحل لهذه المشكلة قالوا دينار سعر 1300 دينار مقابل الدولار الواحد يخفضوا طيب الآن وفقا للمحددات الأمريكية هذه نافذة البنك المركزي ما راح تستطيع تبيعه تنزل دولار كانت تنزل 300 مليون دولار يوميا الآن ما تنزل أكثر من 50 مليون هذه الخمسين مليون وين 300 مليون والخمسين مليون والخمسين مليون 50 إلى 60 مليون كانت تنزل 300 مليون كل القوى هذه والمصارف التابعة للميليشيات وكوى الميليشيات والمسيطرة على السوق والاقتصاد وكل الحياة العراقية هي من ستشترش دولار يعني من سينافسهم يعني هاي كل بيت نخلي بالمطار يبعو ل 3000 دولار ما حرف شنو ما أشقدر يسافرون ألف واحد ألفين واحد خمسة تالاف واحد أشقدر المبالغ التي تطهومية بس المبلغ كل 50 مليون سيأخذوا هؤلاء بحجة الاستيراد وسأهرب المبالغ كلها إلى إيران إذن زيادة التهريب ستكون أعلى الأسعار لن تنخفف في السوق العراقية لأنهم ونفسهم والتجار ويستولدون بالدولار ومن الخارج ومن إيران لن تقبل إيران بالخسارة لأنه هي تربح على حساب العراق وهم مصالح إيران عندهم هي الأساس إذن ستبقى الأسعار وهي عالميا الأسعار مرتفعة فإذن ستبقى الأسعار مرتفعة ومن سيدفع الثمن هو المواطن العراقي إذن تخفيض الدولار مقابل الدينار بهذه الطريقة مع هذه الآلية التي تتحدثون عنها هي عقيمة القضية التهريب سيزداد والمنافذ الحدودية كلها بديكم والمصارف الأهلية كلها مالتكم والبنك المركزي هو يعرف كيف يتعامل معكم والحكومة في خدمتكم أنت أسستوها إذن ولما كان سعر الدولار في العراق هو أقل من عنده في إيران إذن سيهرب إلى إيران لأنه استفادوا من فرق السعر في إيران هذه كل اللعبة التي تتجري طيب هل هذه القصيدة ما أدري هذا شو سموه هذا اللي كتبه هذا البوق هل يصلح لها يعني هل يصلح كشعار لهذه المرحلة ورغم أنوف الأشرار والفاسدين من التجار شكراً لكم أيها الأخيار أي أخيار والقرار والإطار والإصرار والأنه تنكر ألم أنت تنكروا أنت تنكرتوا لشعب العراق وتنكرتوا للعراق ومصالح إيران قبل كل شيء هذا واقع الحال أما هذه اللعبة سوينا فلاشي خفضنا فلاشي هو منه أساس المشكلة أنتم أساس المشكلة هو الشعب العراقي الذي يزيد ونقص هو الشعب العراقي لا يتحمل إلا الكوارث مشكلة تخلقوناها تصنعونا المشكلة تحولونها إلى أزمة والأزمة تتحول إلى كارثة وترمونها في حضن الشعب ولا يتحمل الشعب هذه الكارثة وهكذا وعلى الشعب أن يتحمل هذه الكارثة أسعار مرتفعة قدرة الشرائية منخفضة غير قادر أن يشتري شيء وبالتالي المشكلة تفاقمت ولم تنتهي والكارثة كبرت ولا ولا يمكن أن تنتهي هذا واقع الحال أنتم مجموعة من الجهلة لا تستطيعون أن تديروا دولة أو هكذا أدواركم أدواركم أن تفعلوا هكذا وبالتالي من يدفع الثمن هو الشعب العراقي بكل طوافة بكل مكونات يدفع هذا الثمن الشيعة و سنة و أخراد و عرب و كل كل تدفع تدفع هذا الثمن الغالي من أجل عيون مجاميع تحكم العراق بشعارات زائفة و كذب ما بعده و كذب 20 سنة شبعوا العراقيين كذبا و لطم و قهر و ضيم و بحجة الديمقراطية و بحجة التحرير و بحجة مهرف منه وبالتالي سياسات غير موجودة سياسات عامة غير موجودة سياسات اقتصادية غير موجودة سياسات اجتماعية خدمية كل شيء غير موجود و انتظروا لحد يقول و لحد يقول ترحنا ماضين في طريقنا هذا واقع الحال و هذا واقع هذا السن هذا الكلام اللي كتب احد الابواق و اللي يتباه به و يتباهون مثل كثير بهذا الكلام و هو مردود عليهم و مجرد كذب و مجرد دعايات و مجرد اعلانات بائسة لا تساوي شيئا مثل الاعلانات عن و الوعود التي يطلقونها قبل الانتخابات التي لا تساوي شيئا تساوي حتى هذه اللافتات التي تكتب بها وبالتالي هذه اللافتات يمسحهم بها يعني الشوارع يمسحهم بها ما عرف شنون هذا واقع الحال وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة نخرى إلى ذلك الحين استردعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة